جنود مسرحون استولوا على مدينة بواكي بكودفوار حسب مصادر عسكرية المدينة الثانية في البلاد تعتبر عاصمة للمتمردين الذين سيطروا على النصف الشمالي من البلاد من العام 2002 إلى أن أعيد توحيد البلاد بعد حرب أهلية في 2011 إطلاق نار كثيف سمع صباح الجمعة قرب أكبر معسكر للجيش في بواكي ويطالب المقاتلون السابقون الذين تم إدماجهم في الجيش بمنحة قدرها 7600 يورو